ايه الموضوع ايه موضوع بزور النجوم ده حياء السؤال الاهم بقى هل البشر متنوعين ولا لا يعني ايه متنوعين احنا طول عمرنا عارفين البشر يعني انت بشر وانا بشر بقى خلاص هل كل العرق البشري زي بعض وهل كل الناس زي بعض لا حياء ان هناك اختلاف كبير في انواع البشر نفسه وكأن الحياة بمفهومها الطبيعي بالنسبة لنا بتطلع علينا نوعين من البشر نوع كويس جدا ونوع العكس او النقيد يعني الابيض والاسود والرمادي الكلام ده ربما يكون غريب شوية بس احنا نحاول نفسر واحدة واحدة مع بعض ومع سادة المشاهدين هناك بعض الاشخاص بيطلق عليهم اسم بذور النجوم ليه بيطلقوا عليهم التسمية دي لان هما بيكون عندهم صفات مختلفة عن باقي البشر اهم الصفات دي هي رؤيتهم لرقم متشابه اللي هو 11 11 يعني بيشوفوه فين في كل حاجة في الساعة في نمر العربيات في شاشات تليفزيون في اي مكان بيشوفوه فيه ارقام بيشوفوه دايما العلامة المهمة بالنسبة لهم هي رقم 11 11 دي اول حاجة بتكون موجودة عندهم طيب اش معنى الرقم ده هقولك لان الرقم ده المفروض حسب الحضرات القديمة اللي كانوا بيتكلموا عنها ان من يشاهد هذا الرقم فهو على الطريق الصحيح خلي بالك انا غير مؤمن بعلم الارقام لان هناك من يطلق عليه اسم علم الارقام او علم الجفر انا عن نفسي مش مؤمن به خلص لكن الرقم ده بالذات مرتبط بهؤلاء الاشخاص طب ما تيجي نعرفهم الناس الاول مين هما بزور النجوم هما مجموعة من الاشخاص عاديين زينا بالزبط يعني هما مش مختلفين في التكوين الجسمان هما زينا بالزبط ولكن مشاعرهم واحسسهم وشعورهم بالعالم نفسه مختلف هم هم اشخاص بيساعدوا جدا يشعروا بالحياة بمنظور مختلف يستمتعوا بوجودهم لوحدهم يهمهم جدا ان هما يساعدوا الاخرين يهمهم دايما ان هما يعملوا الخير ايا كان ما عندهمش مشاكل في التعاملات مع الناس لكن المشكلة الحقيقة بالنسبة لهم ان الناس بتشعروا ان هما مختلفين يعني التعامل معاهم بيكون صعب شوية نظرا لاختلافهم مشاعرهم مرهفة جدا هم عندهم مشكلة دايما في موضوع النوم لان هما اذا كان عندهم مميزات يعني من ضمن مميزاتهم مثلا خلينا اقولك ان هما عندهم مقدرة على تحليل الشخصيات بسرعة جدا احلامهم دايما بتتحقق دايما بتتحقق كل اللي بيحلم بيه بيتحقق عنده الديجافو بشكل عادي جدا فاحنا وضح ان هنا بنتكلم عن نوعية من الاشخاص عندهم كمان قدرة عقلية مختلفة عن الطبيعي السمات بعت الشخصية مختلفة وكمان القدرات العقلية مختلفة خلي بالك ان فيه علماء كتير كانوا شغلين على النقاط دي كانوا بيحاولوا يعرفوا الفوارق بين البشر وزي ما احنا عارفين فعلا فيه فوارق على المستوى العقلي بالنسبة للناس فيه واحد بتكون امكاناته العقلية تسمحي انه يصل في الدراسة الى حد معين او فيه الابداع الى حد معين وفيه اشخاص عاديين خالص ده الطبيعي طيب بس انا عايز افهم منك انت بتكلمني عن صفات ممكن الناس تشوفها عادية صحيح حد يعني اللي انت قلت بانه هو بيحب يساعد الناس بيهتم برقم 11-11 انا لو شفت 11-11 هتم بيه بس لو هتشوفه بشكل مستمر في الاحلام وفي الحقيقة وفي كل حاجة بتبص عليها وكل ما تبص علي الساعة تلاقي 11-11 او اي ارقام او اي ورق او اي دفاتر فيها ارقام تلاقي 11-11 خلي بالك احبنتكلم على الجزء صغير من الحقيقة الحقيقة الاكبر ان هؤلاء الاشخاص لهم دور في المستقبل لان دول كتير الاشخاص دي طب قبل المستقبل هم جم من اين اصلا هم اشخاص عاديين خالص ولكنهم مختلفين على مستوى المشاعر والاحاسيس والطباع والافكار على فكرة الناس دي دايما عندها مشكلة كبيرة جدا ان هما ما بيشعروش بالانتماء لأسارهم بس اللي بيميزهم جدا هو احساسهم ان هما جايين الارض لمهمة وانا هعيد لك دي تاني عشان هتلاقي ناس كتير لو بتفرجوا عادي دلوقتي هيقول لك اي وانا كده هما بيشعروا ان وجودهم في الارض اللي احنا موجودين فيها دي لمهمة معينة ايا كان درجة العلم اللي وصل لها او درجة اللي بقى مليونير او بقى شغال في بوزيشن كبير قوي لا هو عنده احساس داخلي ان هو ليه مهمة كبيرة هيعملها في وقت ملاوات هي دي بقى الحاجة المهمة بالنسبة له ودايما بتليهم بيسألوا ايه هي المهمة دي وانا هسألك انت ايه هي المهمة اللي هما ممكن يكونوا حاستين ان هما عايشين حياتهم بس عشانها خلينا نقول ان الحياة معروفة ان هي فيها قوة الخير وقوة الشر من الواضح ان هؤلاء الاشخاص بما يميزهم من قرب اولا من ناحية الدينية خلي باقي ان هما قربين جدا جدا في الناحية الدينية حتى لو كانوا مختلفين في بعض السمات ولكنهم دايما عندهم قرب من ناحية الدينية بالنسبة لهم ايا كانت دياناتهم ايه هي مشكلتهم الحقيقة ان هما في يوم من الايام هتصدروا الصفوف الاولى في معركة ما في المستقبل ده الواضح يعني لو حد بيشوفنا دلوقتي هو حسس ان هو موجود في الارض علشان مهمة معينة افتح تليفون وخد الناس ايه رأيك انا مستعد نتروعن على الموضوع ده شوف كم واحد هيدخل يقول لك ايه انا حاسس ان انا ايا كانت صفاتي لكن انا حاسس انها ليه دور مهم في الحياة ليه دور مش عارفه بس ده كتير مننا اوي يا دكتر يعني كتير مننا انه حد ما يحسش ان هو منتمل قسرته بس في شباب كتير اوي كيف مش كتير بيشعر ان هو عنده مهمة في الحياة وهو مش عارفها انا قابلت هؤلاء الاشخاص واكتشفت ان هم فعلا هم مش كتير اوي زي ما انت متخيل السمات نفسها موجودة عند بعض الاشخاص بس مش بالكم الكافي بالنسبة لهم لان اذا كان هناك عندهم بعض الصفات الايجابية جدا فهم مقصرين في حق نفسهم هم كثيري الصهر هم ينتموا الى الليل اكتر على المستوى الجثماني هم مضعفاء جثمانية نتيجة اهمالهم في صحتهم بشكل كبير بيتعدوا عن الاكل ما بيكلوش كتير اغلب الاوقات فاغلب الوقت هتلاقي ان هو نحيف جدا نتيجة ان هو تفكيره الزائد في هموم العالم هو اللي مخليه في هذه الحالة او الحالة النفسية الصعبة انا عايز انت بتكلم على ابن خالتي مثلا يا دكتور يعني الدنيا موجودين كلام اللي بتقولهولي ده متشابه جدا مع ناس كتير اوي موجودة بس فكرة ان هم يشوفوا 11-11 باستمرار صحيح هي دي اللي غريبة شوية فكرة ان احلامهم بتتحقق دايما دي غريبة شوية عندهم الامكانية عالتخاطر وتحليل الشخصيات وكل اراءهم صح